إذا عدوا القرآن الكريم من القاهرة اللهم إنها لأصباحك قد أهل فاجعل يا ربنا أصباح أنا أصباح الصالحين وروتين يوم كامل في الضايت أول حاجة كده معي الغلة بتاعت البريلة يعني أحها كده في ميها لفترة كده يعني فترة كويسة عشان لما يجي أغليها تستوي معي بسرعة يعني طبعا أنا البريلة من الأكلات الجميلة جدا أنا أحبها في الشتاء لإني بتدي الشعور بالشبع لفترات طويلة وكمان بتساعد على نزول الوزن كده بقى أصبها كده خلاص بقى عبدأ أنا أغليها الحب بتاع الغلة كده قبرهوت حطها بقى على النور عصبها بقى كده تغلي وتستوي كده وبعد كده إيه حضر بقى إيه الفتار ودي كده الفتار جهز معي احتبار ديت واجبة كاملة يعني محدش استقلة خالص بالبريلة دي واجبة كاملة وكمان حطيت عليها كده نصفر أولوية وكتائتين كده من الموز عايز أقول لكم من الأكلات اللي أنا بحبها جدا في الشتاء هي والشوفين لإني يعني بحيث أن إحنا في الشتاء بنبقوا عايزين ناكل أكتر وحاجات سخنة وكده لو إحنا نركز على الأكل اللي هو بيدينا شبعة لفترة طويلة بجد إحنا نرتاح كتير يعني يعني شوية سلطة كده والبدنجين دوت اللي هو بالتحينة وخد سمكية شوية كده كبيرة أهيت لو السمك زغية ناخده كده سمكتين لو كبير ناخد سمكية كده واحدة لو بقى ما في السمك ممكن ناخد بطين ممكن ناخد جبن قريش ممكن ناخد لحمة مشوية لحمة مسلوقة فريخ مسلوقة برضو إما ما شوية والرز زي من انتم كده عارفين تعلت معي لق لا أصوري أربع معي لق رز بعد السمك بقى لازم نحلي فأخدت كده فراولة هرستها كده بالمعلقة بس أنا ما حطتش عليا سكر بس اللي حابي بقى أهم حاجة يحط سكر ديت إما أنا شايفها نية بالسكر أحلى إن كنت أقول لكم حطوا عسل نحل بس أنا شايفها نية بالسكر وكده بتنزل عسل كده بتاع السكر بيبقى حلو جدا سكر الضيط ده أصلا مفووظ سعرات خالص غير السكر البني سكر البني صحي تمام وفيه سعرات السكر البني كدوت مفووظ سعرات خالص بس كده وادينيت غضيت وحليت كمان وكده بتعشى خدت كده يعني حاجة خفيفة مش عشا اللي هو يعني بس الوجبة دي أصلا أنا بخدها سينيك يعني كالنسكافي والبسكوت بخدهم سينيك فبصراحة مش حاسة أن أنا جعينا يعني من الصبح من ساعة ما أنا افطارت بليلة وكده فمش حاسة خالص أن أنا جعينا بس كنت عق يعني حب أن أرشب حاجة كده سخنة فأخدت كمان جنبها البسكوت الأمح ده ومناسب للضايت بس كده يا رب الفيديو يكون أعجبكم متنسوش بقى تحطوا اللايك عشان الفيديو يصلى عدد أكبر وكلنا نشجع بعد باي باي